التحريف الديني والتزييف العقائدي هناك مجموعة من العناوين سأتناولها فيما يرتبط بالشق الأول من الجريمة الطوسية الكبرى هذه العناوين التي سأتناولها تباعاً في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أولاً التحريف الانتقائي إنه التحريف الجزئي لأهم كتب الحديث هذا هو العنوان الأول التحريف الانتقائي إنه التحريف الجزئي لأهم كتب الحديث ثانياً التحريف العلمي التأسيسي إنني أتحدث هنا عن عملية الاجتهاد التي هي عنوان التحريف في هذا المذهب الخذر أتحدث عن المذهب الطوسي اللعين ثالثاً تدمير المنظومة التفسيرية رابعاً مشاريع التدمير والتحريف والتزييف على المستوى المرجعي موسعات مؤلفات كتب ترتبط بحديث العترة الطاهرة مشاريع التدمير والتحريف والتزييف على المستوى المرجعي هذا رابعاً خامساً قائمة طويلة من الكتب التي تنكر أو يشكك فيها أو تضعف أو توضع جانباً سادساً صور متحركة من واقعنا المعاصر كل صورة تمثل القدوة لاتجاه من الاتجاهات لجمع كبير من الناس من الذين يقولون نحن شيعة سابعاً الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات التحريف له مسارات مختلفة والسياقات متعددة وهذا مسار من مسارات تحريف دين العترة الطاهرة الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات وهي منظومة عظيمة جداً ثامناً الأخلاق والسلوك والعرفان إنها العناوين الغارقة تماماً في قذارة الفكر الناصبي تاسعاً التاريخ المحرف عاشراً تطويع الدين في خدمة السياسة إنها الثقافة القطبية القذرة لا أستطيع أن أحيط بكل تفاصيل موضوع التحريف الديني والتزييف العقائدي ما قام به المراجع الطوسيون اللعناء حينما حرفوا ما حرفوا ما حرفوا وزيفوا ما زيفوا وضحكوا علينا وجاءونا بمذهب نجس قذر إنه مذهب المراجع الطوسيين وقالوا لنا هذا هو دين العترة الطاهرة هذا موضوع كبير البرنامج الذي استمر لعقد من الزمان هذا البرنامج الذي نحن في الجزء الرابع منه أتحدث عن ملف الكتاب والعترة هذا البرنامج من بدايته إلى نهايته يتناول هذا الموضوع صحيح في هذه الحلقات وضعت عنوان التحريف لكن البرنامج من أوله إلى آخره يتحدث في هذه المضامين الذي أتمنه على الذين يتابعون هذا البرنامج أن يركزوا وأن يدققوا في المطالب التي سأطرحها لا أن ينظر إلى عنوان واحد لا بد من النظر إلى كل هذه العناوين ولهذا السبب فإنني ذكرتها لكم لا بد أن ننظر إلى كل هذه العناوين سأحدثكم بالإجمال بخصوص هذه العناوين لأنني إذا أردت أن أدخل في كل التفاصيل فسأحتاج إلى عدد هائل من الحلقات وأنا أريد الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن خلاصة الكلام الجريمة الكبرى للمذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة جريمة مزدوجة لها شقان الشق الأول التحريف الديني والتزييف العقائدين الشق الثاني محاربة برنامج العترة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين سيكون حديثي في الشق الأول وعبر هذه العناوين التي تلوتها عليكم قبل قليل الصورة النهائية للجريمة لا بد أن تكون مجتملة على كل هذه العناوين في شقها الأول مع الشق الثاني والذي سأحدثكم بخصوصه بعد أن أكمل الحديثة في هذه العناوين التي ذكرتها لكم وسأبدأ من التحريف الانتقائي إنه التحريف الجزئي لأهم كتب الحديث نذهب إلى فاصل التحريف الانتقائي المراد من تحريف لبعض ما جاء في أهم كتب الحديث سأخذ أمثلة وحينما قلت من أنه تحريف انتقائي لأنه تحريف لأمور هي في غاية الأهمية القصوى توقيع إسحاق بن يعقوب وقد حدثتكم عن هذا التوقيع وبنحو خاص فيما يرتبط بموضوع الخمس هذا التوقيع وصل إلى الشيعة من طريق السفير الثاني محمد بن عثمان العمري وهو جواب على رسالة تشتمل على أسئلة وجهها إلى الناحية المقدسة إسحاق إسحاق بن يعقوب فجاء الجواب موجها للشيعة عموما أما إسحاق بن يعقوب فهو شيعي سمي التوقيع باسمه لأنه هو الذي بعث الأسئلة إلى الناحية المقدسة عبر السفير الثاني هذا التوقيع وصل إلينا كما يريد إمام زماننا عبر الكلين عبر صاحبي الكافي لكننا إذا ما رجعنا إلى الكافي فإننا لا نجد هذا التوقيع الشريف المهم مع أن التوقيع وصل إلى الشيعة عن طريق الكلين فقط ولذا فإن الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة وهو أقدم مصدر بين أيدينا لهذا التوقيع الشريف الصدوق توفي سنة 381 للهجرة وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 510 إنه الحديث الرابع ماذا يقول الصدوق حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه هذا من مشايخ الصدوق قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف فالذي فالذي نقل التوقيع عن إسحاق ابن يعقوب هو محمد ابن يعقوب الكليني صاحب الكافي الكليني حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه هذا شيخ الصدوق وهو يترضى على شيخه هنا قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب التوقيع صار علنيا في الأوساط الشيعية من خلال الكلين هذا ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق إنه المصدر الأقدم لهذا التوقيع بين أيدينا المصدر الثاني غيبة الطوسي الطوسي متوفى سنة أربعمية وستين للهجرة إنه محمد ابن الحسن الطوسي الذي تلقبه الشيعة بشيخ الطائفة غيبة الطوسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة مية وتسعة وثمانية الطوسي يقول وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت إلى آخره إلى آخر التوقيع مثل مثل ما قلت لكم قبل قليل فإن التوقيع ما بين الناحية المقدسة والعمر الثاني وإسحاق بن يعقوب كان في دائرة السر خرج إلى العلان من خلال رواية محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي عن إسحاق بن يعقوب إنه صاحب التوقيع فما جاء مرويا في كمال الدين وتمام النعمة جاء عن الكليني صاحب الكافي وما جاء مرويا في غيبة الطوسي إنه المصدر الثاني من أقدم مصادر هذا التوقيع جاء مرويا أيضا عن الكليني صاحب الكافي هذا التوقيع المهم بل هو من أهم التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة إن لم يكن هو الأهم هناك توقيعات مهمة وهناك توقيعات أهم قطعا توقيع إسحاق بن يعقوب من التوقيعات الأهم إن لم يكن هذا التوقيع هو التوقيع الأهم في كل توقيعات الناحية المقدسة إذا رجعنا إلى كتاب الكافي فإننا نجد الكلينية قد التزم بمضمون هذا الكتاب إلا أن التوقيع ليس موجودا في كتابه لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أولا الكتب الشيعية أحرقت ومر الكلام في هذا الموضوع في برنامج ما بين واقعين حينما حدثتكم عن المؤامرة التي اشترك فيها الطوسي مع العباسيين إنها التفاصيل التي مرت علينا في ذلك البرنامج لا وقت لإعادة ذكرها الكتب الشيعية أحرقت والتي لم تحرق أتلفت الدليل إننا لا نمتلك مخطوطات لكتبنا القديمة ليس بأيدينا من مخطوطات أصلية من مخطوطات في زمان المؤلف أو في زمان قريب من زمان المؤلف لكتاب الكافي وسائر الكتب الأخرى الكتب أحرقت والكتب أتلفت هناك عملية قد جرت لتدمير الكتب الشيعية التي تشتمل على مضامين دين العترة الطاهرة وبعد أن انتقل الطوسي إلى النجا أسس أسس مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعين بعد هذا بدأ العمل على إعادة الكتب الشيعية التي أحرقت وأتلفت وضيعت بنحو عمدي فعبثوا في الكتب أيما عبث إنني وضعت العنوان الأول التحريف الانتقائي أخذوا الكتب الأهم وحرفوا فيها تحريفا انتقائيا لأنهم لا يستطيعون أن يحرفون تلك الكتب بشكل كامل لأنها معروفة في الأجواء الشيعية وإنما تسللوا في داخلها كتسلل اللصوص فعبثوا في بعض أجزائها هناك عملية انتقاء للأماكن التي تعرضت للتحريف وتعرضت للحذف وتعرضت للتضييع فإذا نظرنا إلى كتاب الكافي فإن القرائن الواضحة والكثيرة تقول من أن التوقيع الشريف كان موجودا في الكافي ولربما من أقوى القرائن فإن التوقيع الشريف جاءت روايته في أقدم المصادر عن الكلين فقط عن صاحب الكافي الذي نقل التوقيع عن إسحاق بن يعقوب هو صاحب الكافي ولا يوجد ناقل آخر الناقل الذي نقل عن إسحاق بن يعقوب هو الكلين وإذا صوبنا أنظارنا إلى كتاب الكافي فإن كتاب الكافي ألف بحسب ما جاء في التوقيع الشريف سأبين لكم هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف في المقدمة هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في المقدمة التي كتبها الكلين بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة الثالثة والعشرين الكلين يخاطب شخصا مهما طلب منه أن يؤلف كتاب الكافي وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف العنوان أخذه الكلين من هذا الشخص المهم وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين إلى آخر ما جاء من الكلام فهناك شخصية مهمة التزم التزم الكلين بما تريد منه حتى أنه سمى كتابه وفقا لما طلب منه ذلك الشخص المهم ذلك الشخص المهم هو السفير الثاني ولذا فإن الكلينية في كل كتابه لم يتحدث عن السفير الثالث وعن السفير الرابع لكنه في صفحة 369 وفي الباب الذي عنوانه باب في تسمية من رآه عليه السلام من رآ صاحب الأمر صلوات الله عليه الضمير يعود على الإمام صلوات الله عليه الذي ذكر في الأبواب السابقة الحديث الأول حديث مفصل أريد أن أوجز لكم الكلام لن أقرأ كل التفاصيل مضمون هذا الحديث مدح للسفير الأول وللسفير الثاني مدح من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الحديث منقول في جهة منه عن إمامنا الهادي وفي جهة أخرى عن إمامنا الحسن العسكري مدح واضح وواضح جدا للعمر الأب وللعمر الأب حينما نأتي إلى التوقيع الشريف فيما يرتبط بموضوع الخمس التوقيع الشريف تحدث عن إباحة الخمس للشيعة زمان الغيبة إلى وقت الظهور الشريف وتحدث كذلك عن عنوان صلة الإمام عبادة مالية قد تكون مندوبة في جهة من جهاتها وقد تكون واجبة في جهة أخرى الكليني في الجزء الأول من الكافي تحدث عن صلة الإمام وقدمها على الخمس لماذا؟ لأن الخمس قد أبيح أما صلة الإمام فإن العنوان كان باقيا بحسب التوقيع الشريف ولذا فإن الكلينية تحدث عن صلة الإمام عن هذه العبادة المالية باب صلة الإمام لأنه كان في زمان الغيبة الأولى فما كان يعنون بعنوان صلة الإمام الشيعة يدفعونه إلى سفراء الإمام ولذا فإن العبادة هذه كانت متحققة على أرض الواقع وبحسب توقيع إسحاق بن يعقوب فإن العبادة هذه لم تتوقف لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع لأنني لست بصدد الحديث عن الخمس أو عن صلة الإمام لكن التوقيع الشريف تحدث عن صلة الإمام ثلاث مرات التوقيع الشريف أثبت تشريع هذه العبادة المالية ومن أنها كانت جارية ولم يتوقف تشريعها زمان الغيبة الأولى بينما الخمس أبيح للشيعة زمان الغيبة الأولى في بدايات الشطر الثاني النصف الثاني من سفارة السفير الثاني تقريبا حدثتكم عن موضوع الخمس بكل تفاصيله في الحلقات المتقدمة من مجموعة حلقات صولة القمر فالكلين تحدث عن صلة الإمام وبعد ذلك انتقل إلى موضوع الخمس صلة الإمام صفحة 613 موضوع الخمس صفحة 614 إلى آخر الجزء الكليني نظم أحاديث الأبواب بنحو يسهل استخراج النتيجة لكن باب الخمس هنا جاء مضطربا جاء مضطربا بشكل واضح هناك من عبث في هذا الباب مع أن الكلينية ذكر باب الخمس في باب المعتقدات ولم يشر إلى الخمس في باب الرسالة العملية من أجزاء الكافي الكافي ثمانية أجزاء بحسب الطبعة المعروفة الجزء الأول والثاني في المعتقدات والأخلاق والأذكار الجزء الثامن منهج الحياة فكر الحياة في الماضي والحاضر والمستقبل الجزء الثالث إلى الجزء السابع الرسالة العملية وبحسب التبويب المعروف في الوسط الشيعي فإن الخمس يأتي ذكره بعد ذكر الزكاة هذا هو الجزء الثالث من الكافي الشريف وهذه طبعة دار دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان باب الزكاة يبدأ في صفحة أربعمية أو تسعة وثمانين إلى آخر هذا الجزء ليس هناك من ذكر للخمس مطلقا تتمت الباب في الجزء الرابع من الطبعة نفسها من أول الجزء إلى صفحة 62 إلى صفحة 62 وليس هناك من ذكر للخمس ينتهي باب الزكاة ويبدأ كتاب الصيام فليس هناك من ذكر لموضوع الخمس في قسم الرسالة العملية على الإطلاق وإنما تحدث الكلين عن الخمس في الجزء الأول في كتاب الحج في الشؤون الاعتقادية في مسألة الإمامة وتحدث عن الخمس أيضا حينما أقول تحدث الكلين ذكر النصوص هذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات والذي يعرف بروضة الكافي جاء ذكر الخمس في الصفحة السابعة والخمسين في خطبة خطبها أمير المؤمنين في الكوفة بين خواص أصحابه وكذلك جاء في الصفحة السابعة والعشرين بعد المئتين إنه الحديث أربعمية وواحد وثلاثين الجزء الثامن الروضة ما هو من أجزاء الرسالة العملية في كتاب الكافي والجزء الأول كذلك الكليني ذكر نصوصا عن الخمس في الجزء الأول وفي الجزء الثامن بينما أجزاء الرسالة العملية تبدأ من الجزء الثالث إلى الجزء السابع أجزاء الرسالة العملية في كتاب الكافي ليس فيها من ذكر للخمس مطلقا وإنما ذكر الخمس في الجزء الثامن في سياق ظلامة أهل البيت وذكر الخمس في الجزء الأول في سياق شؤون الإمامة ومن أن الخمسة من شؤون الإمامة من أن الخمسة يعود إلى الإمام المعصوم ومن أن الأئمة أباح لشيعتهم ما أباح كي تطيب ولادتهم هذا لا يعني أن الكلينية لم يذكر الروايات التي توجب الخمس ذكر الروايات التي توجب الخمس وذكر الروايات التي تشتمل على مضامين إباحة الأئمة لحقوقهم الخمسية فيما يرتبط بتطييب موالد الشيعة الخلاصة من كل ذلك الخلاصة من كل ذلك فإن الكلينية صنف كتابه الكافي وشخص موقفه العملية من الخمس وفقا لتوقيع إسحاق ابن يعقوب أولا الكليني هو الراوي الوحيد الذي من خلاله انتشر التوقيع بين الشيعة وثانيا كتابه الكافي مصنف ومرتب وفقا لمضمون التوقيع الشريف لأن التوقيع الشريف لم يلغي الخمس التوقيع الشريف أثبت الخمس لكنه أباحه للشيعة زمان الغيب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا الخمس ثابت لكنه عمليا في زمان الغيبة أباحه الإمام لشيعته وهذا هو الأمر الواضح في كتاب الكافي الرسالة العملية لا تشتمل على موضوع الخمس فليس هناك من جانب عملي يرتبط بعبادة الخمس في الرسالة العملية في كتاب الكافي وإنما ذكر الخمس في سياق ظلامة أهل البيت في الجزء الثامن وذكر الخمس في الجزء الأول في سياق شؤون الإمامة وقدم عليه في الذكر صلة الإمام التي ذكرت ثلاث مرات في توقيع إسحاق بن يعقوب مع الطراب واضح في الأحاديث التي جاءت في باب الخمس بخلاف الترتيب والتنسيق في سائر أبواب الكافي أعتقد أن القرائن كلها تشير إلى أن التوقيع الشريف كان موجودا في الكافي ولذا فإن الراوي الذي من خلاله وصل إلينا هذا الحديث هو الكلين بحسب الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة وبحسب الطوس في كتاب الغير الفقي فقير أخذنا بنظر الاعتبار للصدوق ما ذكره الكليني 381 من مدح وتوثيق من قبل الأئمة الذي مرع الحديث بخصوص والعمر الثاني وما جاء في المقدمة 328 للهجرة طلب من الكلين أن يؤلف كتاب الكافي إذا جمعنا كل هذا طبعة مؤسسة النشر الإسلامي تكون واضحة وهذا هو الجزء الأول نذهب إلى من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق هناك موضوع كلما ذكر الصدوق يذكر هذا الموضوع سهو المعصوم سهو النبي صلى الله عليه وآله هكذا تعلمنا وهكذا تحدثنا وهكذا نردد دائما من أن الصدوق يقول بسهو المعصوم بحسب ما جاء في كتابه الفقيه الكلام يبدأ من صفحة 358 وينتهي في صفحة 360 لا أريد أن أبحث هذا الموضوع إنما سأضع بين عيديكم من المعطيات ومن القرائن التي تشير بوضوح إلى أن هذا الأمر قد نسب إلى الصدوق الصدوق مبرأ منه هناك الكثير من القرائن التي تشير إلى ذلك أولا الصدوق عنده رسالة عملية عنوانها الهداية الهداية في الأصول والفروع رسالة عملية مجزة تشتمل على المطالب العقائدية المهمة وعلى المطالب الفتوائية المهمة كتاب معروف للصدوق رسالة عملية مجزة هذا هو كتاب الهداية في الأصول والفروع الصدوق الصدوق عنده أكثر من رسالة عملية الرسالة العملية الأم كتابه الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه هذا الكتاب يمثل الرسالة العملية الأم للصدوق وهناك كتاب الهداية في الأصول والفروع وهناك كتاب المقنع كتب الصدوق لم تصل إلينا كاملة على أي حال نحن وكتاب الهداية الرسالة العملية الموجزة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية أو ستة وعشرين هجر قمر قموا المقدسة في الصفحة الثلاثين الصدوق يتحدث عن عقيدته بمحمد وآل محمد باب معرفة الأئمة الذين هم حججوا الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم وهذا الكلام جاء بعد حديثه عن الأنبياء وعن نبينا صلى الله عليه وآله فما سيذكره عن الأئمة ينطبق على نبينا من باب الأصالة ومن باب الأولوية إلى أن يقول الصدوق في الصفحة الحادية والثلاثين ويجب أن يعتقد أن يعتقد المؤمن أن يعتقد أنهم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وأنهم الشهداء على الناس وأنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء عليه وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وأنهم معصومون من الخطأ والزلل وأنهم معصومون من الخطأ والزلل وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجل وطهرهم تطهيرا وأن لهم المعجزات والدلائل وأنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وأن مثلهم في هذه الأمة كمثل سفينة نوح وكباب حطة وأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخر ما قاله الشيخ الصدوق هذه عقيدته عقيدة واضحة إنه ينزه النبي والأئمة والأئمة عن كل خطأ وعن كل زلل وعن كل نقص هذه عقيدة الرجل وليس هناك من ذكر للسهو والنسيان مطلقا مطلقا هذا كتاب الهداية الرسالة العملية المجزة للصدق هذا كتاب الاعتقادات هذا كتاب متخصص باعتقادات الصدوق كتاب الاعتقادات للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 304 باب الاعتقاد في العصمة هذه عقيدة الصدوق في العصمة اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم واعتقادنا واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل هذه عقيدة الرجل عقيدة الصدوق في كتابه الهداية وعقيدة الصدوق في كتابه الاعتقادات هناك كتاب للصدوق عنوانه النبوة النسخة الأصلية ليست موجودة عندنا لا توجد في المكتبات الشيعية إلا أن مؤسسة شمس الضحى الثقافية جمعت ما نقل في الكتب الشيعية عن كتاب النبوة للصدوق كتاب النبوة كتاب كبير إنه أكبر من هذا الكتاب الصدوق تحدث فيه عن الأنبياء وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلام على الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد فكتاب النبوة كتاب كبير لكنه لم يصل إلينا هذه المؤسسة أعني مؤسسة شمس الضحى الثقافية جمعوا من تشر في الكتب الشيعية من نقولات عن كتاب النبوة للصدوق جمعوها في هذا الكتاب وعنونوا الكتاب بكتاب النبوة إذا ما ذهبت إلى الباب العشرين صفحة 347 في أحوال محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر الكتاب إذا ما دققنا النظر فيما نقل في هذا الكتاب فليس هناك من شيء لا بالتصريح ولا بالتلميح ليس هناك من شيء يوحي بأن الصدوق يعتقد بسهو النبي بنسيان النبي الأمر هو هو في تفسيره للصدوق تفسير كبير لكنه لم يصل إلينا المؤسسة نفسها مؤسسة شمس الضحاء الثقافية جمعت ما نقل في الكتب الشيعية من تفسير الصدوق في عدة أجزاء وهذا هو الجزء الثاني وطبع تحت هذا العنوان تفسير القرآن للشيخ الصدوق هذه النسخة نسخة جمعتها مؤسسة شمس الضحاء الثقافية من الكتب الشيعية التي نقلت عن النسخة الآصل من كتاب التفسير للصدوق إذا ما ذهبنا إلى الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى أن تقول الآية وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين عند هذه الآية يتحدث الذين ينسبون السهوة والنسيان للنبي وللأئمة المعصومين لكن الصدوق حينما تحدث عن الآية لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لأن الذين يريدون أن يتحدثوا عن سهو المعصوم وعن نسيانه فإنهم يجدون هذه الآية مناسبة لذلك ولذا فإن طوسي تحدث عن نسيان وسهو محمد وآل محمد عند تفسيره لهذه الآية وكذلك الطبرسي في مجمع البيان وآخرون تحدث عن هذا الموضوع نفيا أو إثباتا حينما يفسرون هذه الآية الصدوق ما أشار إلى شيء من هذا لا من قريب ولا من بعيد هذه كتب الرجل الرسالة العملية الهداية كتاب الاعتقادات ما وصل إلينا من كتابه النبوة وما وصل إلينا من تفسيره للقرآن وبشكل خاص ما يرتبط بالآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام التي إذا ما تحدث المتحدثون عن سهو المعصوم فإنهم يتحدثون في أجواء هذه الآية حينما يفسرونها هناك قضية مهمة بحسب ما هو مذكور في الجزء الأول من كتاب الفقيه صفحة 360 هكذا يقول الصدوق بحسب ما موجود في الكتاب وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي المفيد وهو تلميذ الصدوق حينما ناقش عقائد الصدوق لم ينقل هذا الكلام عن الصدوق وإنما نقله نقلا عاما لو كان هذا الكلام موجودا في كتاب الفقيه أيام المفيد الصدوق توفي سنة 381 للهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة والمفيد من تلامذة الصدوق فلو كان هذا الكلام قد قاله الصدوق وقاله أين في أهم كتاب من كتبه في كتابه الفقيه ليس من المعقول أن المفيد لم يكن مطلعا على هذا خصوصا وأنه يناقش الصدوق في عقائده فلم يقل إن الصدوق كان يعتقد بسهو المعصوم مع أننا رددنا أنا شخصيا رددت هذا الكلام مثل ما ردده الآخرون من أن المفيد ناقش الصدوق في موضوع سهو المعصوم حينما نعود إلى كتاب المفيد تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد هذه طبعة دار المحجة البيضاء هذا كتاب المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة صفحة 113 وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذا أستاذ الصدوق لم نجد لها دافعا في التفسير وهي ما حكي عن أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهوي عن النبي والإمام فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيخته فهنا المفيد ليس متأكدا من نسبة هذا القول إلى محمد بن الحسن بن الوليد بينما الذي جاء مذكورا في كتاب الفقيه جاء مذكورا بنحو قطعي الصدوق الذي هو تلميذ بن الوليد هو الذي أثبت هذا الكلام سيكون غريبا جدا أن المفيد الذي يناقش الصدوق في عقائده ما ناقش الصدوق في مسألة سهو النبي وإنما ناقش كلام ابن الوليد وجعله كلاما احتماليا ليس متأكدا من أن ابن الوليد يقول هذا القول فلو كان هذا الكلام من الصدوق فعلا وكان موجودا في كتابه لا أعتقد أن المفيد وهو يبحث عن نقاط ضعف الصدوق في هذا الكتاب سوف يترك كلام الصدوق في أهم كتبه في كتابه الفقي وقد سمعنا حكاية ظاهرة لم يشر إلى الجهة التي سمع منها وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التفسير وهي ما حكي عن أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهوي عن النبي والإمام فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم ولم يتحدث بعد ذلك عن أن الصدوق قال بهذا القول ولم ينقل الكلام عن الصدوق من أنه هو الذي أثبت هذا الكلام بخصوص أستاذه في أهم كتبه في كتابه الفقي لأن الصدوق أخذ عهدا على نفسه اللا يثبت في كتاب الفقي إلا ما كان حجة فيما بينه وبين الله هكذا قال في مقدمة الجزء الأول الصدوق هكذا قال بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به إلى إيرادي ما أورد من الأحاديث والروايات في هذا الكتاب في كتاب الفقي بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي لا بد أن يكون متأكدا من كلام أستاذه حينما ذكره هنا وأضاف الصدوق أيضا بحسب الكلام الموجود في كتابه بين أيدينا الصدوق يقول وأنا أحتسب الآجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى لكننا لا نجد ذكرا لكتاب كهذا الكتاب لا في الكتب التي وصلت إلينا ولا حتى في أسماء كتبه الأخرى التي ما وصلت إلينا وضاعت هذه القرائن تشير بوضوح إلى أن الرجل أتحدث عن الصدوق لم يقل هذا الكلام هذا الكلام أضيف إلى كتابه بعد أن أحرقت كتبنا الشيعية هذا كلام مضاف على الشيخ الصدق لأن كتب الرجل تشير إلى هذه الحقيقة وقد عردت ما عردت بين أيديكم وكذلك فإن المفيد الذي رد عليه وناقشه وهو تلميذه حينما تحدث عن سهو المعصوم لم يشر إلى أن الصدوق قد قال بهذا القول مع أننا سمعنا من كبار علماء الشيعة إن كان عبر القول في الدروس أو كان عبر التأليف في الكتب من أن المفيد رد على الصدوق في مسألة سهو المعصوم لكن هذا الأمر لم نجد له ذكرا في كتاب المفيد وإنما رد المفيد على أستاذ الصدوق ونقل الحكاية بنحو مضنون وحينما ناقشه ناقشه بشرط أن تكون هذه الحكاية صحيحة القرائن واضحة الرجل لم يقل هذا الكلام وضع هذا الكلام كي يكون ذريعة كي يكون وسيلة لتصديق كلام الطوسي في تفسيره التبيان نذهب إلى فاصل الغريب الغريب أننا إذا ما دققنا في الكلام الموجود في كتاب الفقيه بحسب ما هو موجود إذا كان الصدوق قد قاله فإن الصدوق لم يصرح بسهو النبي وإنما صرح بالإسهاء وفارق بين السهو والإسهاء الإسهاء بالنتيجة سهو ولكن الإسهاء يعني أن النبي في الأصل لا يسهو هذه عملية طارئة هذا إسهاء من قبل الله لحكمة لأجل بيان الأحكام قد يقول قائل وهل هذا حصل هذا لم يحصل قطعا أنا أناقش الكلام الموجود في الكتاب لكن الذي في أذهاننا أن الصدوق قال بسهو النبي لأننا أخذنا الأفكار جاهزة ونقرأ الكلام ونفهم الكلام وفقا للأفكار الجاهزة هذه مشكلة كبيرة هذا هو بسبب التقديس للعلماء والمراجع لأننا نقدس العلماء والمراجع فلا نعيد النظر في كلامهم لا في الكلام المسموع ولا في الكلام المقرو هم قالوا لنا لفظا كتابة من أن الصدوق قال بسهو المعصور الرجل بحسب ما هو موجود لم يقل بسهوه وإنما قال بإسهائه هكذا يقول وليس سهو النبي كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه إلى آخر كلامه إذن العملية عملية إسهاء وليست بسهو والإسهاء شيء والسهو شيء فحينما نقول من أن النبي يسهو لأنه يسهو هذا أن خللا في تكوينه من عنده من أن السهو صادر منه لكن حينما نقول من أن الله أسهاه هذا يعني أن الخلل لم يكن فيه هناك حكمة الله الله سبحانه وتعالى لأجلها أسهى نبيه هذا هو الذي يقوله الصدوق ومع ذلك فإن الذي شاعان من أن النبي يسهو هذا هو الذي شاعان وشاع أيضا من أن المفيد رد عليه في كتابه الاعتقادات وما رد المفيد عليه وإنما رد على محمد بن الحسن بن الولي وما نقل الكلام عنه صدوق وإنما نقل كلاما عاما وقال إن ثبت هذا الكلام بينما بحسب ما هو موجود في كتاب الفقيه فإن الصدوق ينقل بشكل قطعيا من أن محمد بن الحسن بن الوليد كان يقول ما يقول بخصوص سهو النبي الغريب من أن السهوة أتحدث عن سهو النبي عن سهو المعصوم حينما يطرح في المجالس الشيعية وفي الكتب الشيعية مباشرة يذكر الصدوق بينما الطوسي الذي قال بأقبح الأقوال لا يذكر لماذا هذا تفسيره التبيان الطوسي في سنة أربعمية وستين للهجرة وهذا هو الججء الرابع من طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وثلاثين هجري قمري إذا ما ذهبنا إلى صفحة مية وأربعة وستين وإلى الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى أن تقول الآية وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تحدث هنا الطوسي عن سهو محمد وآل محمد ونسيانهم وقد عردت عليكم ما جاء في تفسير الصدوق بخصوص هذه الآية مما وصل إلينا من تفسيره لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد بينما الطوسي اعترض على الجباء وهو من علماء المعتزلة لأن الجباء قال من أن الشيعة لا يعتقدون بسهو الأنبياء بسهو المعصوم الطوسي رد عليه قال هذا الكلام ليس صحيحا نحن نقول بأن النبي بأن الإمام لا يسهو في دائرة التبليغ في غير ذلك فإنه يسهو ويسهو ويسهو لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسو أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل ما يصيرون مخابير يعني وكيف لا يجوز عليهم ذلك إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا القول الواسع في السهو هذا القول القبيح لا يذكر حينما يذكر سهو المعصومين مباشرة يذهب الكلام إلى الصدوق بينما هذا القول القبيح للطوس لا يذكره أحد إنها مؤامرة 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 طوسية قذرة فإذا ما أثبتنا السهو من خلال الصدوق حينئذ سيمر كلام الطوس بسهولة برنامج شيطاني مخطط بطريقة خبيثة جدا هذا هو خبث الطوس الصدوق بحسب ما أعتقد فإن الرجل لم يقل بهذا الكلام من خلال القراء وحتى إذا رفضنا هذه القراء فإن الرجل ما قال بالسهو قال بالإسهاء فلماذا ينسب إليه القول بالسهو المفيد ما اعترض عليه في هذا الأمر فلماذا يقال من أن المفيد قد اعترض عليه المفيد رد على حكاية عن شيخه ابن الوليد عن شيخ الصدوق ابن الوليد ولم يكن المفيد متأكدا منها لو كان الصدوق قد ذكر الكلام بخصوص أستاذه ابن الوليد في كتابه الفقيه وبهذا النحو القاطع هل يعقل أن المفيد وهو يريد أن يناقش الصدوق ويبحث عن نقاط ضعفه ما كان على علم بهذا الموضوع لماذا صار هذا الموضوع شائعا منتشرا عن الصدوق بينما الرجل يقول بالإسهاء وهذا الطوسي اللعين الذي يحمل هذه العقيدة الضالة حيث يعتقد من أن المعصوم يسهو إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا هذا الكلام لا يذكر ولا ينشر دائما يكون التركيز على كلام الصدق مع تحريف الرجل قال بالإسهاء ولم يقل بساه فإذا ما أثبت هذا على الصدوق حينئذ العقائد الضالة للطوس وأمثاله ستمر بسهولة لا تلاحظون كيف ضحك علينا نذهب إلى فاصل ولذا فإن احتمال التحريف فيما فيما ذكر في كتاب الفقيه بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة سيكون قويا خصوصا إذا ما قرأنا في صفحة 359 فيما يرتبط بسهو النبي هكذا جاء قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني أن الكلام هذا قد أثبت في الكتاب بعد وفاته قال مصنف هذا الكتاب هو الصدوق قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ إذا ما راجعنا كتب الصدوق فإنه لا يقول بشكل واضح عليه السلام عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وقد يكون هذا الخطأ من النساخ ليس مهما هذا هذا اللحن من الكلام قال قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني أن الكلام أثبت في هذا الكتاب بعد وفاته بعد وفاته أو على الأقل فإن النسخة التي بين أيدينا هي نسخة كتبت حتى لو كانت حتى لو كانت منقولة عن نسخة صحيحة كتبت بعد وفاته قال قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهوى النبي ويقولون إلى آخر كلامهم ويأتي بعد ذلك كلامه عن الإسهاء هناك تناقض في الكلام فإن الكلام مرة يكون عن السهو ومرة يكون عن الإسهاء لكن في آخر الأمر فإن صدوق بحسب هذا الكلام الموجود في كتابه قال بالإسهاء الذي كتب الكلام هذا كان مضطربا وربما كان مترددا وربما كان خائفا من هذا الفعل الذي يقوم به فهو تحدث عن الغلات والمفوضة ولعنهم وتحدث عن السهو ثم رجع فتحدث عن الإسهاء ثم قال ما قال عن ابن الوليد ثم قال وَأَنَا أَحْتَسِبُ الْأَجْرِ في تصنيف كتاب بخصوص موضوع السهو لكنه لا يوجد كتاب للصدوق بهذا الخصوص لا في الكتب التي وصلت إلينا ولا في الكتب التي لم تصل إلينا من خلال العناوين في موضوع الأذان والإقامة وما يرتبط بالشهادة الثالثة الكلام هو هو وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين إلى آخر ما قال من كلام فهذا الكلام أيضا أرجعه إلى المفوضة إلى الغلات ألا تلاحظون أن اللحن هو هو ولا بد أن تعرفوا من أن صيغة الأذان وصيغة الإقامة هاتان الصيغتان تخالفان ما هو المعروف في الأوساط الشيعية لأن الصدوق هنا جعل الإقامة كالأذان وهناك فارق بين الإقامة والأذان فبعد أن ذكر فصول الأذان قال هكذا والإقامة كذلك ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات صلاة الغدات هي صلاة الفجر على أثر حي على خير العمال الصلاة خير من النوم مرتين للتقية أية تقية وأنت تقول حي على خير العمل ألا تلاحظون أن الذي كتب هذا الكلام مضطربون جعل الإقامة كالأذان هكذا ذكر فصول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو الأذان المعروف فماذا قال والإقامة كذلك الإقامة ليست هكذا ثم أين عبارة قد قامت الصلاة وعدد التكبير في الإقامة وعدد التهليل يختلف الإقامة ليست كالأذان في فصولها وهناك قد قامت الصلاة فكيف صار الكلام والإقامة كذلك فهل أن صدوق لا يعرف فصول الأذان وفصول الإقامة ولا يعرف الفارق بينهما هل هذا الكلام منطقي ثم ما معنى هذا الكلام ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل أين التقية إذا قال القائل حي على خير العمل أين التقية في ذلك الزمان حينما يؤذنون تقية لا يقولون حي على خير العمل إذا قال حي على خير العمل ليس هناك من تقية ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان إلى آخر كلامه ألا تلاحظون أن اللحن هنا هو هو اللحن في كلام الصدوق حينما تحدث عن سهو المعصوم هذا ما هو بكلام الصدوق هذا كلام مفتراً على الصدوق لا في باب سهو المعصوم ولا في باب الأذان والإقامة هل يعقل أن الصدوق لا يميز بين الأذان والإقامة هل يعقل أن الصدوق لا يعرف من أن ذكر حي على خير العمل يخالف التقي فكيف يقول القائل حي على خير العمل وبعد ذلك يقول من أن الصلاة خير من النوم هذا الكلام كلام مكذوب على الصدوق رضوان الله تعالى عليه هذه أكاذيب المذهب الطوسي اللعين العبث موجود في هذا الكتاب صيغة التشهد هل يعقل أن الصدوق يصلي في صلاته حينما يتشهد من دون أن يصلي على محمد وآل محمد هل يعقل هذا وهو الذي قال في مقدمة الكتاب من أنه يفتي بكل ما في هذا الكتاب لماذا صيغة التشهد التي ذكرها الصدوق صفحة 319 وذكر صيغة مطولة لا يوجد في هذه الصيغة صلاة على محمد وآل محمد هل هذا كلام منطقي هذا كتاب قد عبث به الأغرب من هذا هذه الصيغة تشابهها صيغة في الفقه الرضوي وهناك أمر يعرفه المتخصصون من أن والد الصدوق الذي كان من عظماء فقهاء الشيعة ومن خواص الأئمة ومن رجال الغيبة رجل له منزلة خاصة جدا والد الصدوق والصدوق نفسه أيضا في فتاواه في فتاوا الصدوق ووالده فإنهما يأخذان من الفقه الرضوي بشكل واضح وهذا الأمر يمكن أن نتتبعه في كتب الرجلين هذا هو الفقه الرضوي فقه الرضا هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين وما بعدها تشهد للصلاة للصلاة الواجبة هذا التشهد ورد فيه ذكر الأئمة اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وجاء في أوله أشهد أنك نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى إلى بقية ما جاء من ذكر محمد وآل محمد في هذا التشهد التشهد الذي ذكره الصدوق في كتابه الفقه شبيه بهذا لكن العبائر هذه أزيلت هناك احتمال كبير أن الصدوق أثبت صيغة تشهد كهذه الصيغة وإلا فأين الصلاة على محمد وآل محمد وجاء وجاء في صيغة التشهد في كتاب الصدوق وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وانقطع الكلام بينما ما جاء في الفقه الرضوي أشهد أنك نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى حكاية التحريف واضحة واضحة جدا ليس بالضرورة أن يكون النص هنا كهذا النص بكل حروفه وقد يكون هكذا ولكنه حر لكن تحريفا واضحا في صيغة التشهد لأن صيغة التشهد هذه خلية من الصلاة على محمد وآل محمد فهل كان الصدوق يصلي بصيغة التشهد هذا هذا أمر بعيد جدا بعيد جدا هناك تحريف واضح في كتاب الفقه هذا تحريف طوسي خبيث قذر وسخ حينما أقول لكم هذا الكلام إنني لا أقتصر على هذه المعطيات هذه المعطيات أمثلة أعرضها بين أيديكم بإمكانكم أن تعودوا إليها المعطيات الباقية التي عندي اطلاع عليها كثيرة جدا كثيرة جدا كم من الحلقات سأحتاج إذا ما أردت أن أتتبع كتب الحديث هذه في كل تفاصيلها الكلام طويل 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 نذهب إلى فاصل في الجزء الثاني من كتاب الفقيه عند ذكر الزيارة الجامعة الكبيرة بحسب رواية الصدوق في الفقيه في هذه النسخ التي بين أيدينا مما جاء فيها من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم الخطاب مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم حينما نعود إلى كتاب آخر من كتب الصدوق عيون الأخبار عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 308 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فارق كبير في المعنى في الجزء الثاني من الفقيه ومن قصده توجه بكم بينما في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم أنتم الجهة التي نتوجه إليها بالضبط مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه وليس به إليه يتوجه الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وليس به الذي جاء في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا من طبعة مؤسسة الأعلم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وكذلك في طبعة مؤسسة شمس الضحى نذهب إلى فاصل وفي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية أتحدث عن الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه صفحة 498 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا تحريف كبير توجه بكم معنى ومضمون يختلف عن معنى ومضمون توجه إليكم إذن في طبعة مؤسسة الأعلم ومن قصده توجه إليكم وفي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية ومن قصده توجه إليكم وفي نسخ أخرى من عيون أخبار الرضا فراعد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم للمحدث الشافعي إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجريين هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الحبيب بتحقيق محمد باقر المحمود صفحة 183 إبراهيم الجويني الخراساني نقل الزيارة الجامعة الكبيرة عن عيون أخبار الرضا صفحة 183 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم والذي والذي يأتي منسجما مع القرآن في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بحسب تفسير العترة لقرآنهم فوجه الله هو صاحب الأمر عن أمير المؤمنين في كتاب الإحتجاج وغيره وجه الله في هذه الآية هو قائم آل محمد وجه الله محمد وآل محمد أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله فثم وجه الله الذي تتوجهون إليه وليس الذي تتوجهون به فثم وجه الله الذي تتوجهون إليه هذا هو المنطق القرآني الذي يأتي منسجما مع ما جاء في عيون أخبار الرضا ولا يأتي منسجما مع الذي جاء في كتاب الفقه الزيارة هنا حرفت والذي حرفها الطوسي الطوسي في كتابه التهذيب وهذا هو الجزء السادس من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران أورد الطوسي الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة صفحة مية واثنعاش من أراد الله بدأ بكم ومن وحده ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم هذا هو الحرامي الحرامي هنا مصدر مصدر التحريف هو هذا وحرفوا كتاب الفقه كي ينسجم تحريف الطوسي في كتابه ولم يكونوا قد التفتوا من أن الصدوق ذكر الزيارة في عيون أخبار الرضا لأن الكتاب ليس مشهورا وليس معروفا ككتاب الفقه الحكاية واضحة فمثلما حرفوا هنا حرفوا في موضوع السهو وحرفوا في موضوع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وحرفوا في موضوع التشهد الوسطي بحيث حذفت الصلاة على محمد وأهل محمد وهي الميزة الواضحة في الصلاة الشيعية هذه أمثلة أمثلة من كتابين فقط من كتاب الكافي ومن كتاب الفقه الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة والفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بشكل سريع أذكركم جريمة المذهب الطوسي الكبرى جريمة مزدوجة أتحدث عن جريمة الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة جريمة مزدوجة لها شقان الشق الأول التحريف الديني والتزييف العقائد والشق الثاني محاربة برنامج الأئمة هندسة العترة لحفظ الدين إنهم حاربوا ولازالوا يحاربون هذا البرنامج بدأ الحديث في هذه الحلقة في الشق الأول في التحريف الديني والتزييف العقائد هناك مجموعة من العناوين بدأت بالعنوان الأول التحريف الانتقائي إنه تحريف جزئي في أهم كتب الحديث ينتقون الموضوعات انتقاء لأجل تحريفها وهذا التحريف سيؤدي إلى طمس الحقائق لكنني كما أقول دائما من أن حبل الكذب قصير ومهما طال الزمن فإن سيف الحقيقة سيقطع هذا الحبل القصير وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا كي نكمل حديثنا في هذا الموضوع ورجاء أن تتابعوا الإعادة وأن تتابعوا بدقة هذه موضوعات مهمة موضوعات ستراتيجية إنكم تعرفون الحقيقة الكاملة من خلال هذه المعطيات لكن لا أن تقفوا على نقطة صغيرة هنا أو هناك قد لا تقتنعون بهذه الجزئية أو بتلك الجزئية إذا اجتمعت كل المعطيات ستقتنعون بكل التفاصيل ستتشكل عندكم صورة كاملة سيتكون عندكم ملف كبير الوثائق والحقائق والدقائق يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا لابد أن تصبروا معي إلى نهاية المطاف حتى ينتهي الكلام في الشق الأول وكذلك في الشق الثاني مثل ما قلت لكم قبل قليل إنها جريمة مزدوجة لابد أن نعرف التفاصيل في شق هذه الجريمة إنها الجريمة الكبرى التي ارتكبها المذهب الطوسي اللعين بحق دين العترة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر